السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر دا حمد من قناة مع انجليشتام ان شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض حل ملحق جيم للمراجعة النائية للصف الخامس اللي في داية وهي هنحل النهاردة اجزام نومبر اجزام نومبر تو معنا في بيج فورتي تعالى كده على بركة الله نبدأ حل الاختبار نومبر ون بتعمل هنا سيركل او دايرة على الكلمة اللي بتسمعها اي باضل باضل يبقى هنا هنعمل سيركل على ايه على باضل اللي معناها بركة ماء بي بلوم بلوم يبقى هنا هنعمل سيركل على بلوم اللي معناها صمرت اللي ايه البرقوه صمرت برقوه سي سميل سميل هنعمل هنا سيركل على اللي معناها ايه يا شم نومبر تو لسن ان كومبليت تعالى كنشوف المحسن اللي ما بين حسن واحمد هنا حسن بقول للاحمد ايه يبقى الكلمة الرأس هنا كلمة ايه فار بقول له انا ببحث على المتحف اللي هو بعيد فرد احمد قال له ايه يبقى طلع المتحف بعيد عشان كده حسن بقول له ايه how can i go there how can i go there يبقى الكلمة الرأس هنا ايه go بقول له كيف يمكنني ان اذهب الى هنا اروح هناك ازاي فهنا قال له ايه احمد بايباس بايباس يبقى الكلمة نقصة هي باس بيقول له هتروح بواسطة الاوتوبيس طيب فحسن بشكره فبقول له ايه thank you very much شكرا جزيلا رد قال له you are welcome have fun يبقى الكلمة نقصة ايه welcome number three circle the odd word and replace it with a correct one تعال كده نشوف ايه الكلمة المختلفة ونشوف هنستبدلها بايه number one juice اللي هو عصير orange اللي هي برطقان apple اللي هو تفاح pine apple اللي هو انناس يبقى هتلاحز هنا انه هو منديك ثلاثة من الحواكب ومندينا معهم ايه عصير اللي هو مشروب يبقى نشيل هنا الجوز ونحط اي حاجة ولاد من الفكهة فممكن مثلا نحط كلمة ايه fig اللي معناها ايه teen ممكن نحط مثلا ايه plum اللي معناها برقوق او اي فكهة تانية انتعرفها طيب number two paper اللي هو ورق razor هي استيكا straight معناها مستقيم marker اللي هو الم السابورة يبقى يجاب لي ثلاثة من ادوات الفصل وادوات المدرسة وعم كلمة ايه straight فاحنا نشير هنا ايه straight ونحط اي حاجة بنستخدمها في الفصل ممكن مثلا نحط كلمة ايه pencil اللي هو الم رصاص number three chicken اللي هو الدجاج museum ده مكان اللي هو متحف park اللي هو المعسكر برضو مكان يبقى نديني هنا three places تلات اماكن ومعاهم ايه كلمة chicken فاحنا هنا هنشيل chicken ونحط اي مكان ممكن مثلا نحط كلمة ايه اولاد ممكن نحط مثلا كلمة restaurant اللي هو مطعم four sheep اللي هو خروف turtle اللي هي سلحفاء تحديدا سلحفاء بحرية goat اللي هي ماذا bird اللي هو طائر اطلع زيني فيه هنا ايه فيه هنا تلات حيوانات معاهم ايه طائر فاحنا هنشيل هنا الطائر ونحط اي حاجة من او الحيوانات عموما يعني فبكر مثلا نحط كلمة horse اللي هو حصان number five breakfast اللي هو فطار hungry جوعان دي صفة dinner اللي هي وجبة العشاء lunch اللي هي وجبة الغداء يبقى نديني هنا تلات واجبات وديت من اكتر الحاجات اللي بتيجي في السؤال ده يبقى احنا هنشيل هنا الصفة اللي هي hungry ونحط اي اه طبعا هنا احنا عارفين المفروض اه اربع واجبات اللي هي breakfast الفطار dinner العشاء lunch الغداء ممكن نحط جمان كلمة اللي هي معناها وجبة خفيفة طبعا فيه وجبة تانية احنا بن اه ممكن استخدامها اسمها ودي اولاد وجبة العشاء اللي بنتناولها في وقت متأخر من الليل اللي احنا ممكن نسميها ليه الصحور لبقى انت كده المفروض تبقى رايح الاختبار او الامتحان عارف خمس واجبات عشان دي من اكتر حياتي بتتكرر وهي البريكفست الفطار dinner العشاء lunch الغداء ستناك واجبة خفيفة وصفر اللي هي ممكنون على وجبة الصحور number four choose the correct answer from a b c r d number one هنا بقول لي ايه they'll وطعا they'll ديت الاختصار بتاعي they will the table for lunch يبقى عاوز يقول لي هن هم هيعملوا او هيجهزوا او هيعدوا المائدة لوجبة الغداء ايه اللي بيجي بقى مع كلمة ايه table يا طرق set ولا do ولا set ولا make طبعا هنا ايه set اللي معناها ايه بمعنى يجهز او يعد تيجي دايما مع ايه مع set the table ودي موجودة عندنا في دارس طيب نشوف بعدك ايه number two بقول لي let me help you يعني دعني اساعدك بعدك ايه بقول لي في الجملة التانية the box is so يبقى خلينا ساعدك ده الصندوق ايه جدا hungry جوعان ولا heavy ثقيل ولا strong اللي هي معناها قوي ولا light يعني اكشافيه طبعا اكيد بما اننا بأعرض عليك المساعدة يبقى انا شايف ان الصندوق ايه bravo ان هو تقيل لها كلمة ايه heavy number three i didn't انا ايه لم ايه وبعدك يبقى بقول لي the cat yesterday i'm sorry يبقى كلمة cat هنا اللي هي القطة انا ما عملتش ايه يا ترى هنا استخدم feed ولا fed ولا feeds ولا feeding لو تلاحظ هنا وجود didn't يا ولاد بيخليني اجيب بعدها الverb او الفعل في صيغة في المصدر طبع فين بقى المصدر هنا قدامنا رابع لكم طبعا المصدر اللي هو ايه feed يبقى بقول لي هنا i didn't feed the cat يصد ايه انا لم اطعم القطة ايه بالامس number four i think there يعني انا اعتقد ان هما ايه hair ولا him ولا hairs ولا my طبعا عشان تضيفها تضيف حاجة تبع الملكية انت عندك حاجتين في حاجة اسمها الصفات الملكية والكامل ده انت تاخده في سنة ربعة الصفات الملكية وضمار ملكية الصفات الملكية زي مسلا hair زي hair زي my اللي اتنين دول انت بتجيب بعدهم اسم الحاجة اللي ايه ملكة بتقول مسلا ايه hair book كتابها my father والدي وكزا ولكن عندنا حاجة تانية اسمها ايه ضمائر الملكية اللي ايه كانت ماين ما بجيبهم في اخر الجملة وبجيش بعدهم اسم شيء خلاص كده يبقى بالتالي هنا الاجابة الصحة تبقى ايه hair اللي معناها ملكها يبقى قول ايه I think there hairs اعتقد انهم ايه ملكها number five read the passage and answer the questions تعال كده نقرأ الفقرة نشوف الاسئلة بتاعتها واللي هنا كريم مونة هبا هدى and sami are friends يعني كريم ومونة وهبا وهدى وسامي دول اصدقاء they are in primary five بولي they are in primary five يعني هما في خمسة يبتداء مونة ان كريم like the summer مونة وكريم بيحبوا فصل الصين they want to go to the beach يعني هما عايزين يذهبوا الى الشاطئ they want to build sand castles عايزين يبنوا خلاعة رملية على الشاطئ هدى بقى ولي هدى likes the fall هدى بتحب فصل ايه الخريب ليه بقى ولي she wants to play in the leaves عايزة تلعب في وراء ايه الشجر سامي likes the spring وسامي بيحب فصل ايه الربيع ليه he wants to plant flowers عاوز يزرع ايه الورود في فصل الربيع بعد كده بقول لي هبا likes the winter يعني هبا بتحب فصل ايه الشتاء she wants to go skiing عايزة تزدب للا ايه للتزلق او التزلق على الجليد تعالى كده يلا نبدأ وبعد ب true false number one مونة وكريم want to go to the beach مونة وكريم عايزيني نذهبوا للشاطئ نرجع كده ونشوف او بيقول له مونة and كريم likes the summer بيحبوا الصيف they with a d اتعايد على مونة وكريم want to go to the beach مونة وكريم يبا بتالي number one هتكون ايه هتكون true number two هودا wants to play in the leaves يعني بقول لي هودا عاوزة او بتريد ان يتلعب في وراء الشجر نرجع ونشوف هودا هودا بيقول لي ان هي بتحب ايه الفوض وبعدها بيقول لي شي وشي دي اتعايد على هودا يبا الضمير بيعود على اول او اقرب اسم ليه يبقى she wants to play in the leaves فعلا هي تريد ان تلعب فين في ورق الشجر ولكن ورق الشجر ده احنا بنعب فيه امتى في فصل الخريب ولكن هنا بقول لي ايه في فصل الشتاء فصل الشتاء بيبقاش في ورق ايه شجر وعلى الارض وكده وبالتالي دي هتكون ايه هتكون فالس زي ما احنا عارفين ان ورق الشجر ببقى في فصل ايه الخريب طيق number three بقول لي هنا سامي لايكس يعني سامي بيحب فصل ايه الخريب نرجع ونشوف هادي سامي فين سامي اوه سامي هنا ايه يعني هنا بقول لي سامي بيحب فصل ايه الربيع وهنا بقول لي فصل الخريب وبالتالي دي هتكون ايه هتكون نمبر four what's هودا's favorite season ما الفصل المفضل ايه لهودا نرجع كده ونشوف او هنا بقول لي ايه هودا likes the fall يعني هودا بتحب الايه فصل اللي هو الخريب وبالتالي ممكن ناخد الايجابة كده بالزبط هودا likes the fall او ممكن نقول لي ايه اجابة تانية ونقول هير favorite season is the fall number five بقول لي هنا ايه هو وهو طبعا معناها من العقل يبقى انا عاوز اعرف اسم شخص عاوز اعرف حد معين هنا بقول لي يعني مين بيحب فصل الشباة مين بقى بيحب فصل الشباة هنا نرجع كده ونشوف او بيقول لي ايه هبة لايكس ذا وينتر يبقى بالتالي اللي جابة كده من او الهبة الاخر ايه الجملة number six number one عاوزني اعبدى هنا ايه بمي ومي انا بستخدمها للطلب بادب فهنا بقول ايه may i help you سامي كده انا مش بطلب ده انا كده بعرض مساعدة فانا بقول ايه هل يمكنني مساعدتك يا سامي may i help you سامي هل يمكنني مساعدتك number two عاوزنا هنا اكون سؤال بواط فانا اقول هنا ايه اقول واط وبعد كده اولاد قولت وقلت دي بيجي بعدها ده ما اللي ايه المصدر اللي هو اصطادي. طبعا انا اسألك هنا واقول لك ايه? what are you going to study? يعني ماذا سوف تدرس? number three عاوزني هنا ابدأ بيه بذا? طبعا انت عارف ان الذا بيجي بعدها اسم حاجة. طيب. ذا. عندي هنا اسم حاجتين. اللي هو البادل وجاي قبلها اه يما ما ينفعش استخدمها مع ايه بعد ذا. وهي كلمة ايه? اللي معناها اللي ايه الخنفسة. يبقى احنا هنا نقول ايه? ذا بيتل. طيب. عاوز ايه هو يقول ايه بقى? عاوز يقول لي هنا ان البيتل موجودة في وسط. وكلمة وسط يعني ميدل. في وسط الايه? في وسط البركة اللي هي كلمة ايه بادل. فنقولها ازاي? هنقول ذا بيتل از ان ذا ميدل اف ابادل. يبقى تاني? هتقول ذا بيتل از ان ذا ميدل اف ابادل. الجزء ده ولاد اللي هو ان ذا ميدل اف ده مع بعضه يقول ده معناه ايه? في وسط كزا. يبقى ان ذا ميدل اف بتيجي مع بعضها بمعنى في وسط كزا. نمبر فور. عاوزنا هنا ابدأ بيه بذاي? واقول ايه بقى? بربع عليكم بيجي بعضها يعني النوم هناك. فاش اقول لك على حية كده وبقول لك ايه النوم هناك. وبعد كده على اليسار. يبقى تاني اقول ايه? نمبر سبن. تعالى كان نشوف ازاي نكتب باراغراف مكون من خمس جملة اكتر على الصورة دي. في البداية كده انا بكتب الجملة الافتتاحية تاعتنا والمقدمة اللي احنا بقول yesterday was a holiday. مبارح كان اجازة. انا زهابت الى السينما. انحطت نفسي مكان مسلا الولد ده. وكان هو اللي بيتكلم. فبقول انا زهابت الى السينما. زهابت مع مين? مع صديقي. اشترينا. بعد كده بقول ايه? وكمان اشترينا في شور. بعد كده بقول ايه? رأينا ايه? رأينا فيلما. بعد كده بقول اختي اشترت الايه? اشترت ايس كريم. بعد كده هتكلم مسلا على اللي هو جدي. طبعا ممكن توصف في حاجات تانية في الصورة ولكن طبعا كده ايه? لحد كده كفاية يعني. شوف بعد كده نمبر ايت. اول حاجة هنعملها كده هو ان اسم لو تلاحظوا كده المفروض هنا يبدأ بايه? جميل. وبعد كده ايه اولاد انا معوادك واقل لك ان انت لو بتوجه الكلام لشخص سواء كان الشخص ده انت حطه في اخر جملة وفي اخر سؤال بنحطه قبله اسمه ايه? كما. يبقى لو حطت اسم حد في اخر الجملة وفي اخر السؤال وبنوجه له في الكلام بتحطه قبله اسمه ايه? كما. خلاص كده يبقى هنجي هنا قبل ايه? قبل اسم رهام ونحطه ايه? ونحط كما. اول حاجة هنعملها هو الاختصار اللي احنا هنضيف هنا الاختصار بتاع ول فنضيف هنا الاختصار وبعد كده اولاد الاف هنا بتاع فرايدي انا من اسبوع طبعا كلها بتبدأ محارف وبالتالي هنا الاف لازمة تكون ايه? كابتل. دي الحاجتين اللي احنا هنغيرهم. وبكده نكون وصلنا الى نهاية فيديو النهاردة اتمنى الفيديو يكون عجبكم ولو كان عجبكم الفيديو تنساش تضغط لايك للفيديو لو كنت بشهادنا الاول مرة. ما تنساش تضغط على علامة الاشتراك باللون احمر اسفل الفيديو وبعدها تدوس على علامة الجرس. بحيس يوصل لك اشعار بكل الفيديوهات اللي هرفحها الفترة القادمة ان شاء الله. وكمان ما تنساش تعمل شير للقناة على صفحتك على الفيسبوك وعلى الصفحات التعلمية بحيس ان هي توصل لاكبر عدد من الناس خلال الفترة القادمة بحيس ان انت تساعد غيرك في الاستفادة يعني وكده. وشككم ان شاء الله على خير في القادم الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة